هناك من يشعر بالخطر كلما وصلت الأزمة الليبية إلى طريق من طرق الحل هناك مستفيدون وهناك مرتزقة بيستفيدوا وبيتقوتوا على الأزمة الليبية في ناس لا تعيش إلا في الأزمات باختصار وحتى لا أتخذ طريق اللف وضاران أقصد تحديدا تركيا تركيا التي أرادت أن تستمر الأزمة الليبية لتحقيق مصالح اقتصادية وسياسية وعسكرية محددة هنيجي نشوف على تركيا نتكلم بالتفصيل وهفكركم باللي قلناها مبارح لكن أرجع لي القمة المصغرة